برضو بقول الكلام ده لينا كلنا اللي موجودين وانا شايف اعلاميين موجودين معانا قاعدين اهلا بيكم القصة قصة المعرفة والادارة كتير من انا يقول احنا بليبيا تدخل احيانا في البرامج ويبتتعمل هو عنده وقت يتفرج اه طبعا لان انا عايز اعرف احنا حنشكل الفهمنا ووعينا للناس ازاي عايز اتطمن ان يطرى زميلي الاعلاميين اللي موجودين وحتى ضيوفهم لما يتناولوا قضية من القضايا بيتناولوها بشكل شامل وعميق بحيث اننا اللي بيسمحهم يستفيد من ده ولا محتاجين نعزز الكلام اكتر ونلقي الدق عليه اكتر الكلام اللي بيقولوه وبهاء ومعالي وزير الازراء افضل استعاد افضل استعاد وكل المسؤولين الموجودين مش عايز اقول لكم يعني مش عايز اقول انا حفظه مش عايز اقول كده لكن انا لما بقف هنا بقولوا وبقول اعملوا حسابكم في مئة ألف فدان صوب يوم الناس كتولي يقولك انت هتصرف مئة مليار جنيه للسوق ما انا افتحدي ان انا لبي لكم او البي البلدي واهلي وناسي وطالبهم وحعرف بفضل الله ازاي اعمل دي مش عارف انا عرفت وباجري عليه مش عايز اقولك شوف لي مين الشركات المصرية المستعدية تعمل تصنيع للصوبز المصري مش كده بها عشان نعمل هادي سيادتك ادي التوجهات ان احنا هنعمل هنا خمساشر ألف فدان كمان سيادتك فيه تلتمائة ألف فدان اللي احنا بتنفزهم عشان نعمل ايه ان ان الخمساشر ألف فدان دول انتاجهم هو مزي انتاج الفدان العادي يبقى وفرت مية اكتر من النص زودت انتاج للصوبة اللي بتطلع شغلت ناس يعني اوفر فرص عمل اذا كنت بتكلموا على فيتو ممائة تسعمائة ألف او اكتر بينزلوا سوق العمل سنويا